وإلى محافظة الطفيلة حيث يعيش مربو الماشية التي تعد مصدر دخلهم الوحيد ظروفاً اقتصادية صعبة جراء ارتفاع كلف الإنتاج وتركم الديون التفاصيل في التقرير التالي إطاع الثروة الحيوانية في محافظة الطفيلة يواجه العديد من المشكلات والعقبات التي تشكل معاناة كبيرة لمربي المواشي بدءاً من ارتفاع أسعار الأعلاف إلى جانب تدني أسعار المواشي نتيجة فتح باب الاستيراد من دول مختلفة وإغلاق باب التصدير أمامهم حسب تعبير التجار نطالب المزارعين في محافظة الطفيلة وفي جميع أنحاء المملكة نطالب الحكومة بظل وقف باب الاستيراد موقوف حتى نتخلص من المواشي الموجودة حالياً عندنا لأنه عندنا فائض في الانتاج بننتج في السنة مرتين وكما نطالب بزيادة نسبة التصدير إلى دول الخليج وبعض الدول التي تطلب الخروف الأردن مربو المواشي في الطفيلة يواجهون ظروفاً مالية صعبة بسبب ارتفاع كلف الإنتاج وتراكم الديون خاصة أنها تعتبر مصدر دخلهم في ظل ظروف اقتصادية صعبة على حد وصفهم نطلب من كل المسؤولين ومن كل يعني هم وأمر مربين المواشي أنه يساعدنا ويساهموا ويسعوا لينا في تخفيض أسعار الأعلاف وتصدير المواشي من عند المنهانة يعني يسمحوا في التصدير ويمنعوا الاستيراد مناشدة مربي المواشي للجهات المعنية باتت حلهم الوحيد والعمل على إيجاد إجراءات عملية تسهم في إنقاذ هذا القطاع لأهميته الاقتصادية من خلال فتح باب تصدير الإنتاج المحلي ووقف استيراد المواشي من الدول المجاورة ما تسبب بتراكم إنتاجهم وانخفاض أسعارها وتحمل أعباء مالية وخسائر كبيرة